اهلا يا جماعة عاملين ايه؟ المهم النهاردة قررت ان انا اجواب على اسئلتكو والله نزلت لكم في احد المتديات ان انتو تسألوني اسئلة وانا هجواب عليها واتضمت لما شفت ان فيه قصدي ستة تعليقات بس بس فيهم اسئلة كتيرة يلا مش مشكلة ويلا بس قبل ما نطول عليكو خلونا نبدأ ومعانا السؤال الاول من انس هرانا السؤال بيقول مال هي شخصيتك المفضلة شخصيتك المفضلة بالنسبة للمكيكات شخصيتي مفضلة هي مائي والسؤال اللي بعده بيقول اكتر شخصي بتحبيه اتوقع انهم انتي وستروبري وريم ومون طبعا وامها كوسر السؤال اللي بعده بيقول ليش انا كيوتو مبدع ببساطة بقى احبا قالتكو يا حلوين انتو بجد كيوتو مبدعين لذلك بفكر ان انا بقى زيكو في كل حاجة والسؤال الاخير بيعانا بيقول ايه ما رحلت اطور رسمك اوكي القصة طويلة لكن ابتدى الموضوع لما شاهدت كرتون اسمه نجمة ضد قوة الشر وحبيت طريقة رسمه جدا فحاولت ارسم زي وعدت مرات لحد ما نجحت ولكن بعده كده فكرت وشفت كرتون مونكي كده وقلت نفسي خلاص رح ابدأ اتعلم ليجو وبعده ما اتعلمت رسم الليجو بقى خلاص بعرف اتعلم انوار رسم كتير والمفضل ان عندي الليجو والهيومن والتشابي طبعا لو انت رسم بتفهم معنى الكلمات دي والسؤال اللي بعده من متابعة بيقول انتي بتحبي مين اكتر من شخصياتك ريف ولا نيل بكل صراحة بحب ريف اكتر لاني بشوفها علاني السؤال اللي بعده بيقول ايه هو انوارت تليفونك صراحة يا جماعة تليفوني نو اندرويد انفنكس او انفنكس مش عارفة اره والسؤال الاخير بيقول هل ممكن ترجعي فان لنينجاجو موظنش لانو بقى دلوقتي ممل وتقريبا الاحدث كلها بتتعيد وكمان الرسم بتاعه تقيل فانا صراحة بحسي نفسي رسمة فشلة لما جي احاول ارسم زيه لانو الرسم صعبي جدا فلذلك اتزلت اني اكون الفان بتاعة المسأسل ده وبالنسبة للسؤال انتي بتحبي انهي لعبة صراحة بحب الابيت جراني وانا بتشمنها غير الجزء الاول والتاني لحد دلوقتي والسؤال اللي بعده كده مع الانسة ماري السؤال اول بيقول مين شخصيتك المفضلة في مونكي كيد وديمسلير بالنسبة لديمسلير شخصيتي مفضلة هما اتنين مش واحدة هما رينجو كومي تسوري وبالنسبة لمونكي كيد فانا بحب تشانجا ومين اوكي السؤال اللي بعده قدي بحب الرسم بحبه جدا والسؤال الاخير بيقول اكتر هواية بحبها هو تألف القصص والرسم تقريبا يعني عشان دي الحاجة اللي انا بتعود عليها شيئا فشيئا وبتطور فيه والسؤال اللي بعده من الاختمون ليش بتحبي تشبيكة نيجا وتشانجا بالضبط اوكي انا من النوع اللي من الناس اللي حرفية ممكن تخترها اغربتش بكثف العالم كله ليش انت كيوت اوه يا حبيبتي عشان بحاول اقلدك اوه ليه انت مهوبة بالرسم يمكن عشان حاولت اطور من نفسي واستملت اكتر من طريقة عشان يعني اطور ليش انت سكر يا حبيبتي قلتلك بقلدك انت منين انا من مصر قدي عمري اوكي عشان اقول لكم يعني انا عندي عمري فيك في القناة ولانه ماما مش سامحالي اقول لعمري الحقيقي بس انا عمري الفيك يعني اللي انا بتحقي حكي عليكم بي اه 15 سنة السؤال اللي بعده بيقول ليه ما تلعبش لابت او تلاست اه اظن رح تعجبك اوكي انا هرحاول ابحث عنها الاول واشوف محتوياتها ايه وبعد كده هفكر على لعبة مظن مو هنشوف يعني والسؤال الاخير من بنتي حبيبتي بتقول لماذا انت كتكت لاني مبساطة يا حلوتي اقلدك اوكي وبس اذا كده ده كان فيديو النهارده عارفة انه قصير والسبب انه التعليقات كانت قليلة جدا بس هنشر منتده تاني وتحاولك كترو في الاسئلة المرة دي وبس كده بحبكو وسلام اشتركوا في القناة